ايوة يا كيفن يا فايكي لا ما بقولش كلام غريب انت اللي مش عاوز تفهمني طب حشرح لك بس ما تقفلش السكة فيه شي تاني سهلة يا حبيبي انا شفت الفيلم وبقولك سهلة بدل ما هي تقول اللي كنين دول امهاتي هتقول امي وخلتي نشرحها طب ما هي سهلة نشرحها هتقول خلتي جزها مات في احداث 11 سبتمبر حتة سياسية من اللي انت بتحبها هو وجات عاشت معنا وكنت بعتبرها زي امي بالزبط لا حتقل ادبك يبقى تقفل السكة احسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو دوكتور سترينج حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن هو الحقيقة الفيلم ده كله انا شفته بالشراكة مع موفيز بوبكورن لان زي ما هو واضح انا مش في مصر انا في دبي وهو ده اللي سمحلي باني اشوف الفيلم وموفيز بوبكورن مشكورين هما اللي عزموني على الرحلة دي وده استكمال المشاريع والمغامرات اللي بنعملها مع بعض واللي حيكون من ضمنها مسابقة المراجعات اللي قلتلكم عليها في الحلقة اللي فاتت ان شاء الله ارجع بس القاهرة واقول لكم على فيلم للي حابب يجرب حظه ويكتب له مراجعة وحيتم تقييم المراجعات دي علشان يبقى فيه فرصة للفوز بجائزة جامدة وفرصة كمان للانضمام لفريق موفيز بوبكورن فتابعوا حسابات موفيز بوبكورن على تويتر وانستجرام عشان ما يفوتكوش اي حاجة في المسابقة وكمان عشان ما يفوتكوش اي جديد في عالم الترفيه دكتور سترينج ان the multiverse of madness هو الفيلم رقم 28 ما بين افلام عالم مارفل السينمائي والفيلم الخامس في المرحلة الرابعة الدنيا بتدت تسخن وقربنا من المشاريع الكبيرة اللي حيبقى فيها تجميعات ومع سخونة الدنيا بقنا عايشين في حالة جدل مع طرح كل فيلم جديد هل حينزل عندنا ولا مش حينزل وهل حيطلع يستاهل ولا حيطلع ما يستاهلش وده اللي ححاول اوصل لكم وجهة نظري فيه من المراجعة دي احداث فيلم دكتور سترينج ان the multiverse of madness بتبتدي بمطاردة دكتور سترينج من احد الاكوان وامريكا تشافاز بيطردهم وحش والمطاردة دي بتقودهم لدكتور سترينج بتاع العالم اللي احنا عارفينه واللي بيعرف من خلال المطاردة دي ان في حدث خطير بيهدد الاكوان كلها وبيلجأ لواندا ماكسيموف عشان تساعده بحكم خبرتها في الاكوان المتعددة من مغامرتها في مسلسل واندا فيجن والاحداث بتنطلق علشان نعرف ليه امريكا تشافاز هدف مهم في المطاردة دي وايه هي طبيعة الخطر اللي بيهدد كل الاكوان فيطر ايه اللي حيحصل تحدي والله ان الواحد يعرف يقدم قصة الفيلم ده من غير حرق واتمنى ان يكون نجحت وده لان في مفاصل مهمة في القصة لم يتم الكشف عنها على الرغم ان التريلرز والتيزرز الكتير اللي تم طرحها ولان قصة الفيلم معقدة جدا وده ليه جانب ايجابي وجانب سلبي الجانب الايجابي هو ان الفيلم ده فعلا شجاع ومختلف يا ما قلنا ان كل افلام مارفل شبه بعض بطل او فريق من الابطال شرير بنية تدميرية وغرض او عدد من الاغراض في النص الف رقتين بيتصرعوا عليه عشان كده فيلم زي سيفل وور او انفينيتي وور او اند جيم او سبايدر مان نووي هم ليهم وزن كبير لانهم مش بالضبط مشدودين على القالب ده في الجانب ده بالتحديد طبيعة جانب الخير مختلفة طبيعة جانب الشر مختلفة ما يتم الصراع عليه مش ممسوك قوي والفصول لا يمكن توقعها لذلك مع انطلاق الفصل الاول من الفيلم لقيت نفسي بتعدل في قعدتي حسيت ان الموضوع فعلا محتاج انتباه واننا دخلين على حاجة مش سهلة وهنا يكمن سر الشجاعة لان فيلم زي ده لو المشاهد مش منتبه له بنسبة 100% ممكن تقع منه تفصيلة فتجربة المشاهدة كلها تنهار دي عادة مش من صفات افلام عالم مارفل قصص ممكن تكون تفاصيلها كتيرة اه ولكن مش بالضرورة صعبة وانا بصراحة بحب الافلام دي الافلام اللي تخلق جدل ونقاش ندخل الفيلم ونكتشف اننا مش بالضرورة فهمناه زي بعض رغم اننا شفناه مع بعض وده طبعا خط رفيع قوي ممكن يوقعنا في الجانب السلبي ان الرغبة في الاختلاف واظهار الشجاعة دول يوقعونا في فخ التعائدات والتصرع والصراحة فيلم دكتور سترينج ان the multiverse of madness مش بس في بعض الاحيان بيتعدى الخط ده ده تقريبا شاري شقة هناك كمية الشخصيات والمفاهيم الجديدة اللي تم تقديمها داخل الفيلم ده مش معقولة وطريقة التقديم كمان مش معقولة شخصية جديدة او قوة جديدة او لعنة مهمة او سلاح جبار بيتم تقديمهم وتقريبا خلال دقيقة بيتم استخدامهم وممكن بعد الدقيقة دي ما نرجع لهم شي تاني والدقيقة دي نفسها بيتم استخدامها اسوأ استخدام بان في شخصية تطلع تقرالنا الكتالوج بتاعها دي اسمها كذا وبتعمل كذا والطريقة الوحيدة للتصدي ليها هي كذا والطريقة الوحيدة للتصدي ليها دي نقاط قوتها كذا ونقاط ضعفها كذا والطريقة الوحيدة للتصدي ليها هي كذا وده حصل جوه الفيلم ده كتير يا جماعة وبشكل متتالي تخيلوا بقى لو انتوا بتتفرجوا في حاجة من دول وقعت منكم فجأة تلاقي فجوة كده حصلت جوه الفيلم ومفيش اي وقت لتداركها لاننا بنجري وفي وسط الجري ده بنفوت فرص حلوة جدا منها الشيء الاساسي اللي حمس الناس للفيلم الامكانيات اللانهائية لمفهوم الاكوان المتعددة مين من الشخصيات ممكن يظهروا باي هيئة سمعنا اخبار كتيرة ونظريات كتيرة واشعات كتيرة واللي تم تقديمه داخل الفيلم لا يكاد يصل لربعها وده محبط جدا لاننا لسه طالعين من سبايدر مان نووي هوم اللي وعد ووفى فما ينفعش في التحدي اللي بعديه على طول ما تعليش على نفسك حاجة كده عاملة زي قب بيشتري لابنه ايفون في عيد ميلاده الخمستاشر وفي عيد ميلاده الستاشر بيشتري له تشارجر ليه يا بابا تعمل كده؟ معاكش فلوس السنة دي ما نبعد عن مجال الاتصالات خالص فعشان كده تجربة مشاهدة الفيلم مربكة انا مبسوط بالتحديات اللي الفيلم قبلها وفرضها على نفسه كمان ومبسوط جدا بطريقة تنفيذها في اوقات كتيرة برضو بس في اوقات تانية الفيلم قرب جدا من انه يخسرني فصعب قوي اقدر احكم المخطرة دي كانت في محلها ولا لا بس حاسس انه من العدل اني اقول اني متدايق لان الاخفاق حصل في الجوانب اللي ما كانتش بالضرورة صعبة يعني مثلا الحاجة اللي انا كنت خايف منها جدا هي الربط ما بين المسلسلات والافلام فيلمنا ده بالتحديد مرتبط بشكل مباشر مع مسلسلين وات اف واندا فيجن انا شفت واندا فيجن وما شفتش وات اف ومش حسس اني قابلت اي مشكلة في متابعة الفيلم ده من الزوايا الخاصة بالمسلسلين دول حتى واندا فيجن نفسه لو حضراتكم ما شاهدتهوش ما اعتقدش انها هتكون مشكلة اللي مطلوب تقديمه بيتم تقديمه والطريقة ذكية ولكن لما نوصل لطريقة تقديم العناصر بتاعة القصة بتاعتنا للأسف مش هقدر اقول عليها ذكية لو طصت الفيلم بتاعتنا ضبطتني وبعدين وطرتني فالتجربة البصرية بتاعتنا وطرتني وبعدين ضبطتني مشهد المطاردة الاول في الفيلم سيء جدا شخصيات مش ركبة على الخلفيات اللي وراها وحاجة كده ما كنتش اتوقع اني اشوفها في فيلم المارفل بس الحمد لله المشهد ده شكله كده كان معمول بالاهوجة لان اللي جي بعد كده من اروع ما يمكن ومو تماشي مع التعقيدات والاختلافات اللي موجودة في الفيلم لذلك فهي نوعية المؤثرات البصرية اللي انا بحبها حاجات مش بالضرورة صعبة ولكن الافكار الجديدة بتاعت الفيلم بتفرضها تنقلات الاكوان من اروع ما يمكن التصورات لاشكال بعض المعارك هي الافضل في الفيلم اصلا اخص بالذكر مواجهة ممكن تفكر اللي بيتفرج شوية باحد المشاهد المهمة في احد الافلام المهمة لهاري بوتر ومواجهة اخرى تقريبا ما شفتش زيها قبل كده درجة الدمج الابتكاري فيها ما بين العناصر البصرية والعناصر السماعية حاجة كده تعدل الدماغ وتعتبر مثال الطريقة الصح لتقديم المفاهيم الجديدة بانك تسيب الصورة والاحداث هم اللي يتكلموا مش تديني واحد ماسك دليل وعلى ذكر التجربة البصرية فكتير من عناصرها كانت صادمة وده ملعب سام ريمي مخرج الفيلم اللي بعيدا عن افلام سبايدر مان ليه بصمة فريدة في المحتوى المرعب درجة توازن غريبة كده ما بين قدرته على تصدير احساس للمشاهد بعدم الارتياح وفي نفس الوقت الحفاظ على التقييم الرقابي في افلام كتير قوي ممكن تتعلم من اللي سام ريمي عمله في الفيلم ده بس طبعا مش لدرجة الكلام اللي كنا سمعناه بان الفيلم ده يمكن اعتباره فيلم رعب لا هو فيلم خيال ومغامرات وغموض ولكنه قادر على توصيل الصدمة والصدمة دي ممكن نحس بيها في اداء الممثلين اللي نفسه مرتبط ببعض الطبائع الغير متوقعة لبعض الشخصيات المهمة عندنا تميز استثنائي لاليزابيت اولسن في دور واندا ماكسموف النطاق اللي سفرت جواه جواه الفيلم ده مش طبيعي ودرجة التواصل العاطفي المتوقعة عند المشاهد مع الفيلم ده مرتبطة بشكل كامل بقدرته على التواصل مع الشخصية دي وانا عن نفسي حسيت بالارتباط ده وكانت من اكثر النقاط المرضية بالنسبة لي في تجربة المشاهدة بنيدكت كامبرباتش رائع ولكن الفيلم ظلمه الراجل كان هايل في تكسيد الاختلاف في الشكل والطبيعة ما بين الشخصيات بتوعه في العوالم المختلفة وبعضهم طبعته اصلا كانت جذبة لوحدها ولكن للأسف هم مش كتير وزمن كل شخصية منهم على الشاشة مش طويل ودي برضو من الحاجات اللي لو الفيلم كانت دلنا منها اكتر كنا انبسطنا اكتر ريتشيل ماكادمز اداءها كويس وشخصياتها مهمة جدا كبصلة لستيفن سترينج داخل احداث الفيلم بس بصراحة اوقاتها على الشاشة مش امتع اوقات وكذلك صوت شيل جو ماز للأسف حضورها مش طاغي وطريقة تكسيدها مش ملفتة تحسوا ان توظيفها داخل احداث الفيلم السياسي قوي سواء على مستوى الميول او العرق او اي حاجة الحقيقة وطبعا عندنا عدد كبير من الشخصيات المسندة المفاجأة اللي ممكن نقول عليهم ضيوف وطبعا اللي انا قلته ده مختلف تماما عن اني اقول عندنا عدد كبير من الشخصيات الجامدة اللي خلت السينما كلها تسقف عارف ان عدد كبير من الناس طلعوا من سبايدر مان نوي هم متوقعين كده ولكن للأسف مش حيلاؤه كده دكتور سترينج in the multiverse of madness فيلم حلو بس فيه مشاكل كتير اوقاته الحلوة حقيقي متميزة واوقاته الوحشة حقيقي محبطة يستحق التحية على الشجاعة والاختلاف ولكن مش قادر اقاوم فكرة ان الفيلم ده كان محتاج يبقى اطول من كده اطول عشان المفاهيم الكتيرة اللي تقدمت فيه تاخد وقتها تتقدم وبعدين تتساب شوية وبعدين يتم استخدامها اطول عشان المغامرة بتاعتنا كانت تخلينا نزور اكوان اكتر نفتح الباب لشخصيات مفاجأة اقوى واكتر نشوف نسخ اكتر من دكتور سترينج ندي فرصة لبيندت كومبرباتش انه يتوحش اكتر واكتر يعني الفيلم ده برضو بيعلمنا انك مهما كنت تنين مش هتقدر توقف امام رغبة الستوديو في تحجيم زمن الفيلم تقييمي لفيلم دكتور سترينج in the multiverse of madness هو 7 من 10 ومبسوط جدا من ان الشخصية دي تفضل بوابتنا لكل ما هو جديد ومجنون ومختلف منقشة الحلقة للي ما شافوش الفيلم وما يعرفوش عنه حاجة لحد دلوقتي مين الشخصيات المسندة الشرفية اللي تتمنوا تلاقوهم جوه الفيلم وبالنسبة للناس اللي شافت الفيلم مين الشخصيات المسندة الشرفية اللي عجبوكم بس ياريت توضحوا في التعليق بتاعكم انكم حتحرقوا ياريت تشاركوا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي